شفت زي الموتش مبارح بزياد بعد الاكتساح اللي الأهلي عملوا مبارح 4-0 طبعا بمبارك لكل جمهور النادي الأهلي في مصر وفي الوطن العربي كله إنجاز كبير جدا وإنجاز تاريخي للنادي الأهلي زي ما حدت أقول ترز محمد ثالث مديليا برونزية في تاريخ النادي الأهلي فخر القارة الأفريقية زي ما الاتحاد الأفريقي الكاف أعلن ده على تويتر على حسابه الرسمي كمان على تويتر وفيسبوك بيؤكد أن النادي الأهلي بيحقق إنجازه أعتقد أنه المرة دي كمان له شعور غالي وإحساس غالي كبير جدا عند جمهور النادي الأهلي نظرا للظروف اللي مر بيها النادي الأهلي في البطولة بشكل عام غياب الدوليين عن أول مباراة الظروف الصعبة إصابات وغيابات العيبة اللي موجودة مع المنتخبات المختلفة سواء منتخب مصر أو تونس أو مالي الطموحات اللي كان رايح بيها النادي الأهلي في البطولة دي ما كانت شي تخلينا نقول أنه ممكن النادي الأهلي يرجع بإنجاز كبير زي المركز الثالث نظرا للظروف الصعبة اللي بدأ بيها ولكن فعلا لعيبة النادي الأهلي لعبه بروحه القتال من أول مباراة فوز غالي جدا على مونتيري المكسيكي في بداية أول جولة وكان فوز يعني بيعيد من جديد كده الأجواء للنادي الأهلي أنه يقدر بأي 11 لعب في الملعب يقدر يحقق إنجاز هدف طبعا لمحمد هاني وبيقدر يوصله للنصف النهائي بدأت من هنا الأحلام تزهر وتقتر تاني عند جمهور النادي الأهلي في المواجهة الثانية مع بالمراس كانت مواجهة صعبة جدا بطل أمريكا الجنوبية فريق مميز وعنده من العناصر والخبرات اللي يخليه يقدر يتخطى النادي الأهلي وكمان عنده يعني مواجهة سابقة في البطولة الماضية كان الأهلي تفوق على بالمراس فكان فيه كده ندية زيادة شوية في المباراة فريق البرازيلي قدر أنه يفوز بها وديت زي ما بقولها نتيجة طبيعية وفقا لفريق الإمكانيات بين قرر الأفريقية بشكل عام وبين قرر أمريكا الجنوبية أعتقد أن النادي الأهلي العودة بالمركز الثالث وخصوصا كمان أنك تقابل منافس قوي جدا بطل أسيا فريق الهلال السعودي بيلعب عنده جالية سعودية وعنده جماهيرية فريق عربي فريق من القيمة السوقية بتاعته يكاد يكون ضعف النادي الأهلي بيتفوق على 60 مليون دولار فريق قوي جدا جدا وعنده من المحترفين بنسميه مصطف ايه يعني العناصر القوية جدا فكانت النتائج كلها برضو بتقول أن المباراة مش سهلة ولكن فوز وفوز كبير وبربعية وبتحقق إنجازات كبيرة جدا أرقام كياسية كبيرة جدا النادي الأهلي بيحققها بعد الفوز بالأمس أعتقد إنجاز بيخلي جمهور النادي الأهلي ينتعش ويعيش أسعد لحظاته دلوقتي إنجاز تاريخي تالت مدالية برونزية بتكلم على أنه أكتر فريق خوضا للبطولات في البطولة بتحقق إنجازات كتير جدا بتخرج ب2 كيلنشيت في البطولة دي بالنسبة للمستوى حراسة المرمة اللعيبة بتاعتك بتاخد رجل المباراة وبتأدي أداء رائع بتكتسب ثقاتهم في نفسهم ومعنويات اللعيبة زي ياسر إبراهيم زي محمد هاني دولت بياخدوا حمل زيادة كمان فنيا بين خلال الدفعة المعنوية اللي خدوها في البطولة اللي زي دي أعتقد إنجاز النادي الأهلي راجع بمكاسب كبيرة جدا جدا هتفرق معاه في السنين اللي جاي ده عظيم